خلينا نقول الطاقات في عندك قوس أو أسد عم يطلعونها بكل الأبراج طيب في عندك ميزان ممكن يكون في عندك طاقات ترابية عم بتبين كتير طاقات هوائية ونهرية بشكل عام من بعد صبر من بعد تعب تعب عم بشوف من بعد ما كنت حامل حمول يعني فيه فيه مسؤوليات يعني عليك كلياتها عليك أنت المطلوب منك يمكن تصرف أنت المطلوب منك أنه تعطي أنت تعتني أنت يمكن تكون الأب والأم بنفس الوقت أو شخص عندك مسؤوليات كتيرة أو أنك شاعر بأنه في حمول كتير فوق ضهرك ما عم تقدر تخلص منها لدرجة أنك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس عم بتكون طاقتك أنت أساسا ناري وطاقتك عم بتكون نارية أكتر عم بتكون بدك الأمور بسرعة تتم بدك ما عندك صبر ما عندك كذا ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بتشره يعني من أول الشهر رح تحس أنه بعدين في أمنية رح تتحقق عندك حققت جزء ورح تكمل تحقيق الأمنيات أو في أمنية معينة رح تتحقق أنا بشوفها على صعيد عملي أكتر ما هو عاطفي وممكن يكون طبعا عاطفي إذا كان مع شخص مائي أو قوس أو أسد ناري بشكل عام أو مائي شايفة إنه رح تبدأ بداية جديدة بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم إذا كان في سيناريو عاطفي بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائما الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحيانا عكسية عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شي خلص خلصت أعطيت عملت ساويت بكفي وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع عم بيكون في عندك شوي صراع نفسي يمكن بين العقل والقلب ما بعرف في عندك نوع من الصراعات كانت أو رح تكون في الأسبوع الثالث احتمال ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها أنا حسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة عندك إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساسا في ضغطك أو إنه على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس العمل خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها إنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك فعادي جدا أنا بقول لك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص أو نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس أو نهنت أو كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وشايفيتك منتصر منتصر على شخص أو على موقف على شخص ممكن يكون برجه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي فيه انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص احتمال كبير يكون أنثى هذا بشكل عام وشايفي فيه فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر ولكن فيه فرصة السفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات وحدة على الأقل فبس تهتم في هذا الموضوع تعمل استشفاء اذا قدرت هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى نهاية رح يموت رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك اياه المشكلة اللي في الشاكرات او الطاقة السلبية خلينا نقول انا مش حبي احكيها انه طاقة سلبية سحر عين حسد رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في اوله او في النصف الاول لانه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي اكتر شي لانها طلعت بالورق العاطفي شايف ممكن جدا انه خلينا نحكي كون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة اذا كان برج السرطان او برج مائي وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما مع شخص جديد بداية جديدة هذا السيناريو للاشخاص اللي يمكن ملوا خلاص من الطرف الآخر او الشريك كانوا عم يستنووا لفترة طويلة عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر بفعلا شخص جدي شخص عم بيكون مائي او ترابي عم بيكون جدي اكتر عم بيكون بيستحقهم فعلا من زمان عينوا عليهم او يعني من هذا القبيل شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن انه يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك اما انت تشك بالشريك او الشريك شاكك فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في يعني مخاوف من هذه القصة عم بيكون فيه بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض عم بيكون فيه زكريات طاقة زكريات كبيرة خاصة في الاول الشهر عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني ومن بعد فترة طويلة من الانتظار من الظلم من ظلمت في هاي العلاقة يمكن اعطيت كتير فعم تسترد اللي انت اعطيته عم بيردلك اياه الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء او عنده شوية مشاكل عنده عوائق فيه كان طرف ثالث مسيطر والان عم بتلاشا طرف ثالث قلنا حبايبي مو شرط خيانة يعني ممكن يكون اي عائق في العلاقة شايفه فيه علاقة جدية بالافق حتى للمنفصلين مبنية على اسس مبنية على اسس يعني ثابتة مش حكي فاضي او مش اوهام او مش وعود بالهوى عم بيكون عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معك رح يرجع بصفاته اللي بلش معاك فيها خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات مائية او ترابية او حتى ناريين ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة هاي الفترة هذا الشخص ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي متلاعب عنده اساسا طرف وعم بيحاول انه يدخل حياتكم للحصول على شي ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم طعم بس نكون حزيرين اذا وراء بشكل عام جميل نشوف مسج من الحبيب ما قادر يحكي لنا اياها او من عقل الباطن او كلمة او اه هون المسج عم بشوفه اه تكررت المسج معانا انه انا نفسي اجيب طفل منك عم بحلم اني اجيب طفل منك خلينا نشوف التحزير هذا الشهر للقاوس اه لا والله هذا مش تحزير هذا عقد زواج عقد بيت عقد في عقد راح تتوقع عليه في ورقة اللي هي اما عقد زواج او عقد يمكن عمل في عقد راح تتوقع عليه في ورقة راح تروح توقع عليها يا قاوس خلينا نشوف اوراكلز او عقد او عقد او عقد عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقول لك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة سلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كلاتها أول بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك وحباي ببرج القوس بشوفكم بالفيديو الجاي